نبدأ من الحديث عن الاحتفاء بهذا الاندوسي شوف هذه الظاهرة بدأت من زمان من أيام ناكا عبدالله لكن نقول يعني الإنسان بعض الأحيان يرفض الأمر لكنه يتفهمه أو يبلع يبلع يتحمله لأنا نقول يتفهم يتحمل لأسبابه معينة يقولك والله النصارى فيهم ناس مع الهجم الإلحادية والعلمانية أصبحنا معهم في خندق واحد ضد الإلحاد فنحن دعنا نجاملهم ومشي طيب يقولك والله هناك يهود ضد إسرائيل يعني لا بأس أن نفتح معهم خطوط ونتبناهم وندعمهم ونشجعهم مشيها ثم استضافوا أيام عبدالله استضافوا البوذيون الهندوس بهدوء يعني ما هو بذلك الاحتفاء الذي نراه الآن وتحت ما ظلت وأظن كانوا خارج مرة في المملكة ومرة خارج مملكة تحت ما ظلت مدري إيش حوار الأديان ولم يعطوها ذلك الحجم الذي يعمله العيسى مرضو يعني يتحملها إنسان يقول ماس شيء لكن أن يحتفى بكائن هندوسي في هذه الأيام التي يقتل فيها المسلمون في الهند ويضيق عليهم ذلك التضييق العنصري المقيت ويستقبل بطريقة كأنه رئيس دولة كأنه رئيس دولة ويعني يبسط له بساطة الأحمر هذا الحقيقة إيهانة للبلد إيهانة للحرمين إيهانة للشعب إيهانة للأمة كلها إيهانة للدين ما عندني هي تكبر علماء والمشايق أين وصل بهم الحالي ما هو وضعهم الآن ما هو وضعهم